برحمة الله حبايبي طلاب جونيور فايف معكم مستر طاري مدارس اول ساينز ونحل مع بعض اللي هو مورك الخاص بالاسبوع الخامس من شهر عشرة نبدأ مع بعض choose the correct answer all of the following are considered as consumer الحاجات دي كلها consumer يعني كانت مستهلكة ارجانيزم except بلاش تنسى كلمة except except يعني معادة عايز حاجة من دول مش consumer هفكر كده معي سمعك بتقول آآ الجي صحي كده ممتاز طب افرد لو انت مش عارف الاجابة شو في الباقي يعني all all دي ما هي all consumer بتاكل والرابط برضو all طب انا عايز حاجة غيرهم يبقى الاجابة الجي اوكي نمبر تو انيرجي يعني ايه كمية الجي بس عشان افتح عشان اه افهمها لك اللي هو التحالب نباتات في المية يعني عبارها كده وانت ماشي في وانت كده في البحر كده هتلاقي على الصخور في حاجات خضرة هي دي اسمها نمبر تو الطاقة بتيجي من الشمس للكائنات المستهلكة عن طريق مين يعني مين مين المستفيد بطاقة الشمس ممتاز طب نكمل مع بعض البكتريا دايما موجودة بس موجودة في اخر حاجة يبقى انزا انت هي دي اللي بتخلص تمام نكمل مع بعض اربعة استلاغة زي بتبدأ بايه اي استلاغة زي بتبدأ ركز كده معيه اه الفوتشين بتبدأ بمصدر الطاقة الرئيس اللي يامين صن ممتاز قلنا معناها ايه البزور الخفيفة بقى كده عليها اوه عشان لو حد قال لي يا مسر انا عارف ان كلمة يعني دوق لا يعني خفيف بزور خفيفة بتنتشر باي ايه ويند صح شنية خفيفة طو يبقى اللي اجابة الاولانية صح طو زي اه فوتشين بجين ويز كونسيومر فوتشين تبدأ بكونسيومر لا طبعا لازم تبدأ ببروديوسر يبقى اللي اجابة غلط فولز نمبر سري ان ايكو سيستم از سيفرال انتر كونكتد او بزا فوتشين ويز ايش اوذر الايكو سيستم عبارة عن سيفرال انتر كونكتد يعني حاجات يام متفاعلة مع بعض او بزا فوتشين ويز اتش اوذر مش الايكو سيستم ده في وكلها بتتفاعل مع بعض صح يبقى اللي اجابة نمبر فور السؤول ده جميل جدا بيقول لك السنيك ممكن يكون مفترس ايه السنيك صح كده اه السنيك ممكن يبقى بريديتور انه يعني ياكل مثلا ايه زا رابت ياكل الارنب ممكن يبقى بري فريسة لو اكله يبقى اللي اجابة دي ايه يحاولوا كده بيكوز كان ميك فوتو سنس بيكوز كان ميك اتس فود كل اجابات صح ميك اتس فود باي فوتو سنس هكتبها لكو انا ها دي الله بين تعاني ناشو حبايب اعزنا هنكتبها مع بعض هقول كده ميك ميك اتس فود باي فوتو سنس ها ميك اتس فود عزنا حط بس كلمة فود هنا في كلمة فود مقصة بس او ميك فوتو سنس اللي تنسح ماشي وكي مفيش مشكلة خالص نوبر تو يعني الفود ويب ده اه نظام الطاقة فيه بتمشي هتقول لي مسلا ديني اجزامبل هتقول لي بلانت خلاص بروديوسر يبقى كده الطاقة انتخل اتمانين من للايه للكونسيومر خلاص تمام هتقول لي مسلا يبقى هنا ما صار انتخل الطاقة هتقول لي كده بلانت انتبه هنا بقى ها بلانت ابسورب سن انيرجي ابسورب سن انيرجي خلاص ده بياكل ده ماشي اد زي اند اد زي اند دي كومبوزر دي كومبوزر لو متعس كامل يعني دي كومبوزر دي كومبوز ديد كونسيومر ديد بادز بس انا كده شرحت يعني بلانت ابسورب سن انيرجي اند كونسيومر ايد بلانت يعني النبات خلط طاقة الشمس ومين كان النبات الكونسيومر طب بعد ما مات الكونسيومر مين حلله دي كومبوزر يبقى الطاقة ماشية من ده لده لده وبكده يبقى احنا الحمد الله خلصنا الهومورك الاسبوعي وان شاء الله نكمل بقية التقييمات الاسبوعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته